بين عوام 1603 حتى 1868 عاشت اليابان فترة سلام نسبي لما يقارب المائتين عام حيث كانت منعزلة ومجتمع شديد تشردم وصلابة تم تنظيم الأشخاص في فئات معينة حيث كان الامبراطور في القمة شخصية رمزية توحدية وهناك أيضا شوغون توكوغاوا وهي سلالة من الحكام العسكريين هم من كانوا يتحكمون بالسلطة الحقيقية بالإضافة للإقطاعين الذين كانوا يتعهدون بالولاء لهم في أسفل الهرم كان الفلاحون والذين يمثلون 85% من السكان يليهم الحرفيون والصناع والتجار كان الكهنة وأصحاب المهن الدنيا وغير المتحضرين موجودين في هذا الهرم كمنبوذين وداخل الطبق العليا كان هناك الساموراي ولكنهم مع أكثر من قرني من السلام وجدوا أنفسهم يتلقون مرتب مناسب ووقت فراغ زاد وهنا بدأت المناطق التجارية تظهر وهي منطقة مخصصة لشهوة الساموراي والتي سميت باسم العوالم العائمة بدعم الساموراي ازدهر الفن ومسرح الكابوكي وعروض الدماء وبالطبع النقش الخشبي الشهير هوكوساي والذي حظى بشعبية عالمية وهذا الأمر أدخل الفن الياباني إلى بعد جديد لم يكن محبوط فقط بين اليابانيين بل كان يحظى بتقدير كبير من قبل المجموعات الأوروبية كان التواصل مع العالم الغربي محدود بجزيرة صناعية قبالة سواحل نكازاكي وهي محطة تجارية صغيرة تسمى ديقيما والتي استخدمت في الأصل من قبل تجار البرتغاليين ومن بعدهم الهولنديين بعد أن حضر الشوقون المسيحية تم حضر دخول الأجانب إلى البر الرئيسي بشكل أساسي جلب الهولنديين معهم أدب وتكنولوجيا من العالم الخارجي على الرغم من أن معظمها تم تجاهلها باعتبارها أشياء غير متحضرة لكن تم اعتماد بعضها وتكيفها للمجتمع الياباني لكن الجهاز الذي كان وقع ظهوره سحر على اليابانيين هو جهاز عرض مبكر قادر على ألقاء الصور المرسومة على شرائح الزجاج وكان استخدام هذا الجهاز في التعليم والترفية وعلى رغم من قدرته على سرد قصص متحركة بداية لكنه يعتقد بأنه بداية ولادة الأنمي بشكل حقيقي داخل الجزء اليابانية وأيضا بداية السينما رفض اليابانيون مرارا طلب القوة الغربية للوصول إلى السواحل اليابانية لكن وصلت سفن أمريكية والتي كانت تتفوق تكنولوجيا بكل الطرق على اليابانيين وهذا الحدث وضع اليابان على مسار سيغير التاريخ للأبد بالنسبة للصيادي الحيتان الأمريكيين كانت اليابان ميناء مفيد لإعادة التزود بالموارد حيث كان يمكن للمنطقة الاستفادة من الموارد اليابانية أعطى الأمريكان لليابانيين خيارين التوقيع على اتفاق تجاري أو الدمار اليابانيين خافوا من مصير مدمر من قبل القوة الأمريكية لهذا اضطروا لتوقيع الاتفاق كانت اليابان مجموعة من المناطق شبه ذاتية الحكم وكانت حكومة الشوغونات تضعف حتى قبل وصول السفن الحربية الغربية ولكن لا شيء واحد مجموعة بشكل أسرع من وجود عدو مشترك ففي حالة نادرة من الثورة الشاملة قادت فئة الساموراي حرب سريعة أطاحت بالشوغون وعادت الأمبراطور إلى قيادة الأمة ساهم الساموراي في إنقاذ الأمة من أن تكون مجرد قطعة بيد الغرب لهذا تحت سيطرة الأمبراطور ميجي عرفت اليابان إصلاح وتطور سريع حيث تم إلغاء النظام الأقطاعي وأصبحت كل الأراضي ملك للدولة وتم حل نظام الطبقات وتم استبدال الملابس التقليدية بأزياء غربية لكن في المقابل انحسر الساموراي والذين كانوا يمثلون 5% من السكان حيث كانوا يتقاضون حوالي نصف إرادات الدولة كمرتبات وبعد وصول الإنجليزي تشارلز ووركمان إلى اليابان نشر مجلة جابان بينش وفيها شيء جديد على المجتمع الياباني حيث اعتمدوا لأول مرة على الأساليب الكوميدية الغربية وتم تكيفها وتحسينها لتناسب المجتمع الياباني هذه المادة تم تقديمها في مجلة الرسوم المتحركة اليابانية إشيبون نيبانشي والتي كانت موجهة إلى السكان المتعلمين بشكل جيد في اليابان وهنا ظهر لي أول مرة في اليابان اسم مانغا والتي كانت من قبل راكوتين كيتازاوة والذي يعرف باسم أبو المانغا تعلمت القوات المسلحة اليابانية من المعتدين الغربيين كيفية تأمين الإمدادات وفرض الطلب على السوق فبعد أن تعرض البحار الياباني للغرق والقتل من قبل سكان الجزر التايوانية الأصليين اجتاحت اليابان البلاد ولم توافق على الرحيل إلا بعد أن تلقت 18 طن من الفضة من المحكمة الصينية القيصرية وهنا تم استخدام ما يسمى باسم دبلوماسية المدافع ضد كوريا لفتحها للتجارة الدولية لكن عندما طالبت اليابان بامتيازات خاصة في كوريا رفض الصينيين مما أدى لاندلاع الحرب الصينية اليابانية الأولى وفي غضون عام هزمت اليابان بسهولة الصين المنقسمة بالفعل وأجبرتها على التوقيع على معاهدة شيمونوسيكي والتي منحتها السيطرة على تايوان وشبه الجزيرة الكورية وفي عام 1903 افتتح أول دار السينما في توكيو حيث كان الوقت مناسب لعرض لقطات من أول معركة لهم مع الغرب وفي نفس الوقت كانت روسيا قد انتهت من سكة حديدية سيبيرية لتنافس السيطرة على كوريا وماشوريا وهنا شنت اليابان هجوم مفاجئ لكن تكبتت اليابان خسائر كبيرة لكن الصدمة الحقيقية كان بانتصار اليابان في هذه الحرب لتكون هذه المرة الأولى التي يتنفيها هزيمة قوى غربية حديثة على يد دولة شرقية لهذا في عام 1910 استولت اليابان رسميا على كوريا وهنا طالبت اليابان بإلغاء المعاهدات الغير متكافئة التي فرضت عليها لكن بعد عام واحد وبعد حكم استمر لتسع وخمسين عام توفى الامبراطور تاركا البلاد بيد ابنه لقيادة اليابان في عالم غير مستقر وفي هذا الوقت ولدت بشكل رسمي صناعة الرسوم المتحركة اليابانية في عام 2004 تم اكتشاف مقطع قصير مدته ثلاث ثواني بين مجموعة من الأفلام القديمة والذي يشار إليه عادة باسم كاتسودو شاشين كان هناك غموض حول تاريخ هذا المقطع اعتقد البعض أنه قد يكون أول فيلم رسوم متحركة في التاريخ أساسا يعتبر هذا الفيلم أقدم رسوم متحركة في اليابان والحقيقة هي أننا لا نعرف عمره الحقيقي مع وجود ألعاب بصرية مثل زوتوب والمصباح السحري فأن البحث عن وتحديد أول فيلم رسوم متحركة في التاريخ يعد مهمة مستحيلة عرض أول فيلم رسوم متحركة في المسارح في عام 1917 حيث يعد فيلم The Dark Sword لجونشي كوتشي واحد من أقدم الأفلام الموجودة اليوم ويحكي الفيلم قصة محاولة ساموراي شراء سيف اعتبر الفيلم في وقته أمر فريد من نوعه وحقق نجاح حقيقي بعد ذلك جاء فيلم يورشيما تارو والذي يصور مغامرات تحت المحيط الحقيقة حظى كل من هذين العملين بإشادة خصوصا من منظمة حركة الأفلام النقي وهي منظمة تأسست لتحديث السينما اليابانية كفن يمكن أن يعزز الثقافة اليابانية على المستوى الدولي لكن تزامن ظهور رسوم المتحركة المحلية في اليابان مع الحرب العالمية الأولى حيث اتحدت اليابان مع بريطانيا وسيطرت بنجاح المستعمرات الألمانية في الصين والمحيط الهادي مستفيدة من هذه الانتصارات الأخيرة أعلنت اليابان عن 21 مطلب للصين منها سيطرت أكثر على منغوليا ومنشوريا وحصلت على تأثير قوي في مقاطعة شاندون لكن تم رفض المطالبات بالسيطرة على الشؤون المالية والشرطة في الصين ورفض أيضا طلبها للسيطرة على مقاطعة فوجيان الجنوبية مما أدى إلى تأجيج الشعور المعادي لليابان في الصين وكان هناك أيضا استياء في اليابان بعد معاهدة فرساي والتي وضعت بنت يتعلق بالمساواة العرقية وهو أمر تسبب في مشاكل سياسية في أستراليا البيضاء وقيود في الولايات المتحدة على الهجرة الآسيوية وقمع الأمريكي من أصل أفريقي خلال الحرب العالمية الأولى استفادت اليابان من الحصار التجاري الأوروبي وارتفعت الصادرات من 1.4 مليار ين إلى 6.8 مليار ين وهذا حفز صناعة السينما والثقافة الغربية وأيضا حفز المخرجين اليابانيين عن الابتعاد عن إنتاج أفلام وثائقية والانتقال إلى إنتاج أفلام منوعة مثل فيلم Sold on the Road في عام 1921 وفيلم A Page of Madness وهو واحد من أول أفلام الرعب في اليابان شاهد هذا الوقت أيضا بداية حركة التمثيل للنساء بدلا من رجال الذين كانوا يلعبون أدوار نسائية في مسرح الكابوكي التقليدي واطلق على نساء فترة تاشيو اسم الفتيات الحديثات لارتدائهن الموضة الأوروبية وقصات الشعر القصيرة وقضائهن وقت في التسوق في المتاجر الكبيرة المبنية حديثة وكانوا شوكة في حلق المحافظين الذين اعتبروها دليل على الانحطاط الاجتماعي وتحريف القيم اليابانية ومع هذا جاء الانتعاش الاقتصادي الذي حدث خلال الحرب العالمية الأولى متبوعا بن هيار ما بعد الحرب حيث تسبب التضخم الغير متحكم فيه في البطالة والاضطراب الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد وقد تجسد هذا في أعمال الشغب والاضطرابات واستقالة رئيس الوزراء وعندما تم إجبار مستعمرات كوريا وتايوان على زيادة إنتاج الأرز بدأ الاقتصاد في حال التعاطي حتى الأول من سبتمبر من عام 1923 عندما ضرب زلزال كانت العظيم توكيو والمناطق المحيطة بها نتيجة لهذه الكارثة قتل أكثر من 100 ألف شخص وأصبح ثلاث ملايين من الناس بالعموة لكن الانتقادات لم تتوجه للحكومة بل تم توجيها بشكل كاذب للمهاجرين الكوريين بأنهم ساعدوا في انتشار الحرائق مما أدى إلى مذبحة لأكثر من 6000 كوري لكن بالنسبة لتاريخ السينما فقد دمر الزلزال والحرائق معظم أفلام ورسوم الإنيميشن في اليابان ومع ذلك تمكنت الاستوديوات من الانتعاش بروح جديدة بسرعة لكن بتمويل قليل بعد الإشادة بجودة فيلم The Mountain Where Old Women Were Abandoned بدأت وزارة التعليم بدعم الرسوم المتحركة وكان أول فيلم رسوم متحركة مدعوم من الوزارة هو فيلم القدر والذي اعتمد على قصة من ألف ليلة وليلة واستخدمت في الفيلم فقاعة الكلام المستوحى مباشرة من المانغا ومع هذا التمويل تطور إنتاج الإنيميشن المهني بشكل كبير وظهر فيلم Disease Spread أو المرض ينتشر لرفع الوعي بالنظافة والجراثيم ودمج فيلم قصة التبغ بين الرسوم الورقية والحركة مباشرة للتعليم تاريخ السقائر بشكل كوميدي كان إعادة بناء توكيو ناجح بشكل كبير فقد زاد عدد السكان في المدينة وعدد دور السينما في توكيو لتصل ل 178 دار سينما ننتقي في الجزء الثاني شاركنا في تعليقات حول رأيك في هذه الحلقة وإذا عجلك محتوانة ادعمنا من خلال الاشتراك وتجد في الوصف رابط لقناة شيء والمتخصصة بالتقنية والبودكاست وركاست ممكن تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع حول التاريخ والثقافة ترجمة نانسي قنقر